تحياتي الرمونتادة كلمة كثير انتشرت بعد عودة برشلونة التاريخية على باريسان جيرمان بأربع أهداف ومقابل ستة واحد في لقاء العودة وبالعادة بنعتبر نتيجة الثلاث سفر كنا حاسمة جدا نادرا ما حدا بيرجع فيها صح رجع ليفربول أمام ميلا رجع أمام برشلونة في عودات تاريخية مهمة قدت إلى فوزه باللقب بس في التاريخ قليل كثير اللي عملوها في قصة الجمعة اليوم ما بدنا نحكي عن عودات قوية بدنا نحكي عن عودة فعلا غريبة جدا بتفاصيلها خلينا نبدأ أول شي نحكي قصص العودة من 3-0 الأولى في الدنيا كانت بين شالكا وكوبينهاجن خسر شالكا ذهابا 3-0 أمام كوبينهاجن في موسم 58-59 لكنه في لقاء الإيهاب قدر يفوز 5-2 ونتيجة أنه ما كان فيه هدف خارج القواعد هذا الفريق كان أول فريق يرجع بنتيجة 3-0 بنفكة في 75-76 عمل ذلك ورجع أمام سلتك 3 أهداف مقابل لها شيء لكنه خسر لأنه حسموا الأمور بقطعة رقدية وبرشلونة بـ 85-86 فعلها أيضا وكان ذلك أمام جوتنبرغ السويدي رجع من 3-0 وقدر يوصل لنهائي اللي خسروا براكلات الترجيح أمام استوى بوخارست كل ما سبق عودات جميلة من نتائج كبيرة بنعرف بعضها وجديد ربما سمعتوا عن بعض لكن فيه عودة غريبة جدا تفاصيلها مختلفة كرم وانتادة هاي القصة بترجع لموسم 92-93 وبالتحديد في مواجهة بين ليتز يونايتد الإنجليزي بقيادة إيريك كانتونة وشتودغارت الألماني اللي كان يعتبر من أقوى فرق الدور الألماني ومن أبرزها في تلك الفترة شتودغارت فاز ذهابا 3-0 فالجميع اعتبروا تأهل في القيادة إيريك كانتونة ليتز يونايتد عمل ريمونتادر قوية أربعة واحد بس بوقتها كان فيه الهدف خارج القواعد فنظريا شتودغارت تأهل شتودغارت فرح شتودغارت روح على بيته نفكر حاله متأهل طبعا تلك المباراة كانت في الدور الأول من البطولة لكن المفاجأة كانت بعد نهاية المباراة تبين إنه شتودغارت دفع بأربع لاعبين أجانب ووقتها ما كان فيه قانون اللعب الأوروبي مطبق لازم يكون معظم فريقك ألماني مع هذا ثلاث لاعبين فتبين إنه شتودغارت دفع بأربع لاعبين خلال اللقاء بالخطأ وهون الاتحاد الأوروبي اجتمع بسرعة وقرر خسارته ثلاث أهداف مقابل لا شيء إذن فازش تودغارت بثلاث واعتبروه خسر بثلاث في القيام فصارت ريمونتادا أدت إلى مباراة ثالثة حاسمة لأنه ما كانوا يقدروا يرجعوهم لعب وشوطين بعد ما روحوا فأدت إلى مباراة ثالثة حاسمة أقيمت في الكاملو في برشلونة فاز فيها ليتزيونايتد بهدفين مقابل هدف وتأهل على كل حال ليتزيونايتد متهن ناشي بتأهله لأنه في الدور اللي بعده خرج أمام غلاس كورينجرز بالمجموع 4-2-2-1-2-1 فبتظل هذه بالنسبة إلي ربما أغرب ريمونتادا عرفها كورت القدم نتيجة إنه فعلا مش في الملعب في التحكيم و3-0 ب3-0 قرار اتحاد أوروبي وكان تأهيل ليتزيونايتد بدي أسمع تعليقاتكم شو في قصص غريبة في الريبونتادا سمعونا إياها نوصل هنا هي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إستغرام والسلام عليكم ورحمة الله